على الرغم من مغادرة وفد كردي رفيع المستوى يضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني إلى بغداد إلا أن أربيلة والسليمانية لم تكن اليوم بمنأة عن اللقاءات السياسية التي تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي بيان لمكتب مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أشار إلى لقاء له مع وفد رفيع من اتلاف الوطنية برئاسة زعيمه أياد علاوي الذي عبر عن قلقه لبارزاني تجاه التحديات والتوترات الحالية في العملية السياسية طبعا أمريكا تضغط على الكرد حتى يدون عبادي سر رئيس الزراء والكرد عيدهم تجربة مرة مع العبادي طبعا مع تقدير يدون رجوع إلى هذه التجربة الجانب الآخر إيراني يعني يضغط حتى عامريس الرئيس الزراء والكرد مفروض يفتشوا عن مصالحهم وفي السليمانية اجتمع وفد المحور الوطني مع الاتحاد الوطني الكردستاني واتفقت جانبان على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعزز علاقات الجانبين آملة أن تكون هناك اجتماعات أخرى بين الاتحاد الوطني والمحور الوطني لتشكيل حكومة وطنية كما عقد وفد المحور الوطني اجتماعا آخر مع الكتل الكردية المعارضة اتفقنا على أن نشكل لجنة مشتركة للتنسيق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين المحور الوطني يستمر عمر هذه اللجنة في عملية التفاوض لتشكيل الحكومة ويذهب بعيدا ما بعد تشكيل الحكومة للتنسيق في العمل التشريعي والعمل النيابي داخل مجلس النواب في هذه الأثناء تتحدث الأنباء عن نية الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح برهم صالح القياد السابق في الاتحاد ورئيس كتلة التحالف الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة لمنصب رئيس الجمهورية عقب لقاء بينه وبين بافل نجل طالباني على أن يعقد اجتماعا آخر يوم غاد في أربيل مع نيتشيرفان بارزاني رئيس حكومة تقليم كردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح دكتور برهم صالح ليس كمرشح لتحالفنا أو كمرشح لحزب آخر وإنما نريد نرشح كمرشح عام للمشاركة الكردية أو مرشح الكرد لرئاسة العراق فهناك مهاوضات بهذا الاتجاه وحاول الحزبان الديمقراطي والاتحاد تشكيل وفد مشترك قبل التوجه إلى بغداد على أن يكون نواة لتحالف كردستاني في مجلس النواب العراقي القادم إلا أن الأحزاب الكردية الأربعة التغيير التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي رفضت الانضمام حميد زيباري الحرة أربيل ترجمة نانسي قنقر